السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة الابتدائي الوحدة الثانية. اليوم سنتطرق الى حصة في الانباء الهمزة المتوسطة. في الصفحة خمسة وستون من كتاب المرشدي في اللغة العربية. ننتقل الى الصفحة خمسة وستة. نبدأ بأقرأ وألاحظ. سأل أحمد جده عن المدن القديمة فأجابه. كانت مدننا جميلة. أشجارها عالية. وحدائقها تؤتت الفضاء العامة. الذي يعبق بالهدوء والطمأنينة. الحفاظ على سلامة البيئة مسؤوليتنا جميعا. إذن هنا عنا الملاحظة اللي غد نلاحظه بأن هنا لدينا الهمزة. إذن هنا قصنا أول شيء سنفرق قبل أن ننتقل الى التحليل. أن نفرق بين الهمزة المتوسطة والمتطرفة وهمزة الوصل والقطع. إذن هذه الهمزة هي ليست همزة متوسطة. فهي همزة قطع. لماذا؟ لأنها توجد في أول الكلام. في أول الكلمة. هذه كذلك همزة وصل. هذه همزة وصل. إذن هنا لا نتحدث عن الهمزة المتوسطة. فهذه الهمزة كذلك همزة وصل. هذه قطع. هذه وصل. إذن هذه التي ألونها بهذا اللون تعتبر همزة وصل ويس همزة متوسطة. لكي نفرق بين همزة الوصل وهمزة والهمزة المتطرفة. إذن دبا قد ناخد لون آخر ونلون الهمزة المتطرفة. إذن هذه دباكة تعتبر همزة متطرفة. لا نتحدث عنها اليوم. آآ. إذن آآ. إذن هذه الهمزات المتواجدة في هذا. في هذا. الهمزات اللي بقعت هي همزة تعتبر همزة متوسطة. إذن هذه همزة متوسطة على الألف. إذن لاحظوا مرة نجدها على الألف. كما هو الشأن هنا. آآ. ثم هنا توجد على الواو. وفي هذه الكلمة توجد على في أهل الياء. فهي متوسطة. توجد في في الواسط. لدينا هنا من همزة المتطرفة. إذن هذه همزة المتطرفة. إذن هنا يعنينا همزة كذلك متوسطة. ثم هذه كذلك همزة المتطرفة. وهذه كذلك همزة المتطرفة. إذن الهمزة المتواجدة في نص جميع الهمزات احنا دونهم. اذا اليوم نتحدث عن الهمزة التي توجد في وسط الكلمة ولهذا سميث متوسطة. اذا لكي نفرق بنا الانواع ذي الهمزات. اذا ننتقل الى احلل. قبل ما نرغيناش ندخلوه على تكتبات هكذا تكتبات هذا الشيء سنشوفوه في التحلل. ولكن احنا لاحظنا بان النص فيه مجموعة من الانواع من الهمزات. اذا اقرأ الكلمات الاتية واتأمل رسم الهمزة المتوسطة. اذا لاحظوا هذه الكلمات كلها عندها همزة في الوسط. لا توجد همزة في البداية ولا في الاخر. اذا بالنسبة لهذا الحالة هذه لماذا كتبت الهمزة على الان؟ لانها مفتوحة وقبلها فتح. اذا هنا قبل ما ندخلوه في الحديث عن هذه الكلمات نستحضروا نستحضروا سلم سلم القوة. اذا الهمزة المتوسطة دائما. لكتابتها نستحضروا امرين. نستحضروا الامر الاول هو اننا لكتابة الهمزة المتوسطة نراقب أو نلاحظ حركتها وحركة ما قبلها. اذا كان الرقب وجوش حويش. الحركة متاعها والحركة اللي قبل منها. وعندما تكون هنا المنافسة بين الحركات. المنافسة بين الحركات. اذا شكون الأقوى. الأقوى هي الكسرة. ثم بعد ذلك. اللي قد جمعها هي الضماء. ثم بعد ذلك الفتحة. ثم السكون هو في الدرجة الرابعة. اذا هو اضعف الحركات. ماذا يعني هذا؟ يعني انه لو كانت عندي الحركة انتاع الهمزة. الكسرة. اذا الكسرة. والحركة انتاع ما قبلها الضماء. اذا شكونا نكتبها على اللياء. لماذا؟ لان الكسرة توافقها الكتابة على اللياء. تكتب الهمزة على اللياء. بالنسبة للضماء تكتبها على اللياء. لانها اللياء هكذا. وبالنسبة للفتحة تكتبها على الآلف. وبالنسبة للسكون تكتبها على السطر. إذا كل حركة ووافقها كتابة للعمزة إذا دبهنا يا قالها فرش أنا أحضر القصرة تكتب على تكتب على سواء كانت في حركتها أو حركة ما قبلها إذا هذه هو حتماعات الواردة إذن سوف نرى دبا ودرس بهذه الحالة التي لدينا سأل حركة الهمزات هي الفتحة وحركة ما قبلها الفتحة إذن هناما لم يكن منفسه من الحركة يكتب على الألف لأن الألف يوافق الفتحة في الكلمة الثانية إذن حضرت حركة الهمزات الفتحة وحركة ما قبلها السكون والystحة أقوى من السكون في منافستهما وبالتالي كتبت على الألف ولم تكتب على السطر فأس حركة الهمزة السكون وقبلها فتحة إذن كتبتها على أليف لماذا؟ لأن الفتحة هي الأقوى فؤاد حركتها فتحة وحركتها قبلها ضمة كتبتها للو لأن الضمة أقوى من الفتحة داؤوب حركتها ضمة وقبلها فتحة كتبتها للو لأن الضمة هي الأقوى مسؤول حركتها ضمة وقبلها سكون والضمة أقوى من السكون وبالتالي كتبت على الو لأن الو يوافق الضمة بؤس حركتها سكون وقبلها ضمة كتبتها على الو لماذا؟ لأن الضمة هي الأقوى شؤون حركتها ضمة وقبلها ضمة لا توجد المنافسة إذن كتبتها على الو وسائل حركتها كتبتها وقبلها سكون ميت هذا يعتبر سكون ميت وبالتالي كتبت على الو ياء لأن القصرة هي الأقوى ماليئة إذن هنا يا كين واحدة حاجة جديدة إذن هنا لست كتبت على الو ياء لأن الو ياء تعتبر تكافئ القصرة إذن هنا بحالة لدبة هنا منافسة بين القصرة والفتحة والقصرة هي الأقوى وبالتالي كتبت على الو ياء مئدانات حركتها سكون والقصرة أقوى بكثير من السكون وبالتالي كتبت على الو ياء مئات هي حركتها فتحة وقبلها كتبت على الو ياء لأن القصرة هي الأقوى إذن هنا هذا هو هذه القاعدة التي تجعلنا نكتب جميع الكلمات عندما يتعلق الأمر بالهمزة المتوسطة ولكن لا يمكن تطبيق هذا على الهمزة المتطرفة والهمزة المتطرفة عندها قاعدتها سنراها لاحقا إذن القصرة أقوى الحركات وتكتبه إذن لاحظ أن القصرة توافق كتابة الهمزة المتطرفة الضمة أوسط الحركات والفتحة أضعف الحركات إذن ولكن السكون هو الحلقة الأضعف في هذا الشيء كام لأنه لم يذكر أصلا إذن هذا الشيء تكلمت عليه إذن ننظر إلى حركة الهمزة المتوسطة وحركة إذن لاحظوا هنا كنشوف الحركة الهمزة والحركة التي قبل منها ثم نكتبه ما يناسب أقوى إذن ننتقل إلى أطبيق وعلل سبب كتابة الهمزة فيما يأتي هنا كنشوف الحركة لكي أعرف مثلا يكتب الهمزة ولكن قد يقول أنا جاء أغلبية الكلمات كنعرف نكتبهم ولكن شيء من راتي قد يتطلب لك التعليل وهنا قد تكون كتعرف التعليل مثلا بيئرون نحن منذ التلاميذ منذ بتدائه ولم يكتبوا بيئرون قدرد بلق السال في القسم يفتعل لك بيئرون طبعا تكتبها مسألات وطبعا تكتبها رأسون فأسون ولكن كان هناك كلمات تكون جديدة لم نراها سابقا ولم نسمعها وبالتالي يجب أن نطبق القاعدة إذن هنا هو الإهدف علش كي يطلبوا مني التعليل هنا باش نعرفه إذن بيئرون لماذا كتبتي الهمزة على لي لأن الهمزة قبلها كسر وهي ساكن لأنها إذن شنو نقول لأنها ساكنة وقبلها كسر ولا بغي نزيد بين قوسين والكسرة أقوى والكسرة أقوى ولهذا كتبتها لدي ثم الكلمة الثانية مسألة مسألة نشوفوا الحركة حركتها فتحة وهي ساكنة لأنها لا حركتها فتحة وهي قبلها ساكنة لأنها مفتوحة وقبلها ساكنة وقبلها ساكن إذن والفتحة هي الأقوى أقوى من السكون أقوى من السكون إذن كتبت على الأليف لأن الأليف يوافق الفتحة رأس 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 إذن ماذا سنقول إذن نشوف إذن قبلها فتح وهي ساكنة قبلها فتح إذن شو نقول ساكنة لأنها ساكنة وقبلها وقبلها فتح والفتح والفتحة هي الأقوى والفتحة هي الأقوى لهذا كتبت على الأليف لأن الأليف يوافق الفتحة إذن ننتقل إلى السؤال دي الاستثمار والأخير أملأ الفراغ بوضع الهمزة المناسب رئة إذن ماذا سنراقب إذن نراقب حركتها وحركتها ما قبلها قبلها فتح إذن هنا بلما نشوف الحركة نتعى لاحظوا جيداً هنا بلما نشوف الحركة نتعى لأن الأكسرة هي الأقوى غاد نكسبها على الأليف ولو يكون هنا اللي بغي يكون لأننا كنا نعرفو شنو الكسرته هي أقوى هم بلما نشوف حركتها ولكن إذا شنو حركتها لقوها مفتحة وبالتالي تكتبها اللي من الكسرة غير تلقى الكسرة حسن منها صفي سلينا لما نشوف حركة أخرى فؤوس فؤوس هي ضمى ومضمومة ولا توجد هنا منافسة وبالتالي تكتبها اللغة كأس هي ساكنة وقبلها فتح والفتحة هي الأقوى إذن تكتبها على الأليف يواعد مبانولي يشهد الكلمة نتساؤل على ما أتقي تساؤل إذن تساؤل هذه ما بنت ليش هذه الكلمة لأن الطبعة ربما ما تطبعت شمسيا إذن هذه ما بين ليش ولكن هذه ببما تساؤل إذن تساؤل إذن هنا لماذا كتبت على اللغة؟ لأن قبلها ساكن وهي مضمومة وضمت أقوى من السكون إذن إذن إحنا راح نوضحنا الأمور وخاتكم أي كلمة دابا همزتها المتوسطة يمكنه إلا فهمتي القاعدة فستطيعوا كتابتها إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول الهمزة المتوسطة من دروس الإمداء السنة الخامسة ابتداء كتاب مرشدي في اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر